السلام عليكم شاكم شاهدكم كم بخير كونو كم لابست ديتكم او نوبل فيديو فيديو تاليوم اكيد احت عجب الناس اللي حبو كرشهم كما انا و اللي حبو بكو بكو بوس اللي شكررين اليوما جينا بش نجيرو ان تغت و سيتران بزاف بنينا و انغسات بزاف سهلة احنا تعطيكم المقادير حقضا بغيهما و نكتبهم لكم تحتا في صندوق الوصف في المقادير عدنا زيت سيتران و مبشور الليمون عدنا سوت سافر تاع البيض و عدنا زبدة عدنا عدنا 125 جرام انا در تصدار و لفلوغيال نسيت و نديرو نص نص كالسكر سكر كما كتشوفو هادو ما ليمن بش نديرو لاباتي اللي حبي و نديرو بيان شقر ساملح صغيرة اللي حبي دي لا فاني ولا اكستخيتها اي فاني يحبها يقدري ديرها نحطو كلش معا بعد انا هنا كانت الزبدة تاعي كانت في كونجيلاتر على قطعتها بعد ما دابتلي شوية قطعتها هكذا بش نقدر نتحكم فيها و دوبلي فاسيلمو قطلكم نحطو كلش على جيها و مبعدا نخلطوه و نديرو رافاغين حتى نحطوه على جينا تكون طريا نوعا ما مشي طريا مشي تلاسق في اليد مي تكون طريا بش كي نحطوها جينا بسا مجي نشي بسا غير نطملع جينا ديالين ديها في باب يفيرم و نحطها في الفريقوترية حاكا بش تجلي راحا كي نفتحها جيني بيان نروح قبالا نجدو كريمة الليمون عندنا في المقادر نصف كاس قارس نصف كاس سكر و نصف كاس حليب عندنا اوسي زوج سافر بيضات و عندنا كمية مغلفة عن شام عمرا ملح و هدا ما كان حط الحليب القارس و السكر كريستاليزي فوق النار يسخنو شوية و من جاو حدو خلال نروح هذيك المغلفات على ما يزينا نكون حليته و نضرب هون بالباطر ملح تيتمسجو تخي تخي بيان باش هكدا كي نفرغ البيضون بعضا ما يطيب ليش ولا ما يجمد ليش نكون دفيت هاداك المزيج اللوه اللي قدت لكم فيه قارس السكر و الحليب و دوكا هنا المزيج تعل البيض و لا ما يزينا هاملك لانك نفرغ هاداك المزيج هنا في الكسرانة نفرغ البيض على البيض على البيض لحليب القارس و لويتو و نخليها هنايا تعقد فوق النار نحتعقد لكم و دي كريمة بزيف بينينا هاداك المفاصن بش نديلها كخام لاجينا كنت جبتها و حليتها هنايا في البابيز كويسا عدايا ديرها في الوسط و نفتح لحجيكم هايلا و انا هاد الكمية ملفا ديرها جيني في هاد البلاتو صغير كانسرنا هادو كلي قعد لي في الطرف عاوتين حيتو والسقط والداخل و سيت سويتها كما كنت شوفو ابخي تقبتها بملح ملح و طيبتها على 180 درجة لمدة 20 دقيقة كنت شوفو ها حمالة فليكوتي سابان لا هي تابت هنا لا كخام بتاعنا مول ما بردت نجيب لباتر دي علي نضربها شوية ابخي نبدا نزيد لها الكوب بتاع الزبدة كما ركو تشوفو هادك الـ 200 مشحال احنا قونا 250 قسمت 125 درتو هون فلابات و براسك 125 اللي قعدت ديروها في الكرام عاكده بش تديكم دربا ملح و تديكم طلعة و بزفخ في فا و بنينو ضربوا لك خمتاكم حتى تحصلها لاكول اغتحها ولا تبيضها و تشوفوها باللي تضع في الحجم التحام من جهة اخرى نروح ندل الماغنج وش اللي يسحق في الماغنج نسحقو كيلة عباد بزود كيلة عسكر نخلطوهم هكذا شوية بال اي سباتشول ولا اي حاجة عندكم وبعدا نروح ندلو البماغي و نحطو هاداك المازيج فوق النار نقعدو نحركوه بالفوي حتى توصل درجة الحرارة 60 درجة واللي ما عندهاش ابي بخي واحد ل 15 مينوت في البماغي حبت هاي لك الفون دي تخدي عنا هاوليك واجد حبتو شوفو كيفش حمارة فليكوتي سيبا نعف باللي راهي طيبة و هنه يشوفو هاي لك الشكل والخريط اللي تتحصلو عليه مقبل ما تحبتوه من فوق النار تاع الميرانج تاعكم وهنا بيانشوع الكوزينة فيها فيها ديكات هنه كنت بش نحبتها من المول شوفو كسرتها ما بان ندير شوي على كخامبر كن عم نرجح البلاستها راحت ما تبانش من بو و هاني نترا في كيف فيها بش ما دبانش بلي نكسره و كان هادا يا الميرانج دينا مر ما برداني ندرب فيه على اقصى سرعة كانت عندي في الباطر انا كانت عندي سيزان فيتاس حوالي واحد لكنز ميونوت متو ما تدربوه فيه حتى تحصلوه على هاداك الخالي تتقيل ممسي تحبو تقلبوه ما يتقلبش فاسيلا هاي لك لسقطها والثمت بانش جيبت لعك خام ديالي و راني رايح نديرها مر ما بردت شوية كيف كيف الفان در تاخت برد تانيت و راني مخليها هنا بش نربح شوية وقت كنت جيها جيها ميتة بلاية من الخدمة ميتشاهيتها كنت مخليها الميرانج ديالي يتدرب و انا يقولت نوجد لعك خام هكذا بش كين حتهم يبردو يبردو على جه فرط لعك خام و سوية تسطح هادا كلملح و هادا مكان افخي مر موجد الميرانج ديالي درتوو دانزو مباش و درت درازاز هكذا واحدة قتمختها صغال جست بوغلا ديكوراسيان سينا كايم بزف انواع تالي تاخت تقدروا تشوفو ديرو اي مودال حبيته موسيقى 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 مقبل ما ندخلها اللو فريقو انا ننضي لها شاليمو من فوق نحرق لها ديك العكام شتني المندر بزف شباب و كين اللي كي تجبدوها من فريقو يحمروها بلو شاليمو كي مقتلكم جت بزف وصفة بنينا سيتها مقبل و هادي الوصفة اللي نعتمدها دايما صدقوني جيكي متع برا سوسوة و الاخر بسك هادي نقية شفتو بي من خدمتوها و خدمتوها بيدكم و بحب العائلتكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة و من هاد الفيديو نقدم شكرك كبير 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 روفيدة بسك هي اللي اعلمتني هاد الاغاسات اعطتها الصحة تعلمت عندها و عطتنا فغامة مقلبها انسانة هيلة و جونتي و بزف مربية و تحلم من قلبها ان شاء الله يا ربي مزيد من التألق انا نخليكم هنا في هاد الفيديو بقاو الاخر نحبكم بزف اشتركوا في القناة